في حلقة من مسلسل اعتداءة سلطات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين تواصل إدارة سجن مجدوع اعتقال طفلي لؤي عليان من العيسوي وحرب الرجبي من سلوان الذين يعانيان من مرض السكر وحمى البحر المتوسط متعمدة اهمى لوضعهما الصحية أعظم مما يتخيله عقل هو ما تخفيه كوارث السجون الاحتلالية فأي خطر يهدد أمن دولة الاحتلال ذاك الذي يبقي على طفلا قاصر في الأسر وهو مريض مرض وليس بأي مرض مرض مزمن يضعف طفولة بأصدها هشة هزيلة هذا ما تعاني الطفولة في سجن مجد هذه الأيام مع تسربي خبر عن تفاقم الوضع الصحي لأسيري القدس الطفلين القاصرين لؤي عليان وحرب الرجبي فالإهمال الطبي المنظم والمتعمد دهور من أزمة عليان الذي يعاني من حمى البحر المتوسط أما حربي فيشاركه ألما من نوع آخر سببه السكري الأطفال مرتبطين بنظام أمن معقد وعيادة السجن تفتقر لمقاومات الحد الأدنى من الخدمات الطبية إدارة السجون الصهيونية تنتهج ملف الإهمال الطبي المنظم من أجل تطويع الأطفال وتخويفهم من أجل إدخال الخوف في قلوب الناس لمنعهم من النضال والدفاع عن القدس والمزيد الأقصى المبارك على المؤسسات الحقوقية الإنسانية المحلية والعالمية در كبير في حماية الطفولة وتحديدا اليونسيف والصليب الأحمر الدولي محطمة هي نفسية والدي حربي مكبل هو قلقهم مع عدم قدرتهم على زيارة ولدهم طوال فترة الأعياد اليهودية فما يعلمه أن حربي لا يفقه كيف يتعامل مع السكري وأن السكري أقوى بكثير من عمر جسده الذي لم يطبق بعد السادسة عشر كما أن أعصابهم المنهارة تفكر بتبعات الإهمال الطبي على مستقبل المرض وتأثيره على صحة طفلهم أول ما حبسوهني كان يتصلوا فيه يقولوا لي تعال خود أعطي ابنك الدواء قالهم روحوا لي ابني يعني أنا ابني مسؤوليت وأنا موجود إذا أنتم بتكونوا تاخدوا ولد عيان فأنتم لازم اتبعوا هذا الولد عيان روحوا لي حربة تقريبا لازم ياخد باليوم ثلاثة إبر يعني ما كانوا يعطوه من المرأة لما بدي أخد الدواء لازم ياخد وجبة ما يعطوهش الدواء عشان ما يعطوهش الوجبة بصير الضغط عليه في التحقيق يعني عدة مرأة ياخدوه أول يوم ثاني يوم يبين عليه كله يقولونه مرتفع ما السكري جسمه منهار أنا بطالب شوي ده طالب بالإفراج عنه يعني يعني شوية عدالة بس فيلم الرعب هذا يعيشه سبعة وأربعون طفلا قاصرا دون سن ثامنة عشر في سجن مجدو في سجن يدفن أحلامهم ويدمر معنى الحياة في أذهانهم من القدس المحتلة زينا صندوق رؤيا شكرا شكرا